الله أكبر ما بين المساعي لإيجاد حل ينهي الصراع وانعدام الثقة بين الفرقاء المنخريطين فيه تتأرجح الأزمة اليمنية دون ما بارقة أمل قريب تخفف من معاناة الشعب اليمني فالانشقاقات داخل معسكر الشرعية باتت تفاقم من حدة الصراع لسيما بعد أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حكما ذاتيا في عدن التي تمثل المقر المؤقت للحكومة الشرعية وفي مناطق أخرى في الجنوب الأمر الذي فتح الباب أمام تجدد العنف بين الجانبين المشاركين في التحالف المناهض لميليشيا الحوثي وعلى الرغم من محاولات سعودية لرأب الصدع بين حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلا أن ذلك لم يترجم حتى الآن على الأرض إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين بل إن القتال يتجدد بين آونة وأخرى موصدا كل طريق أمام محاولات توحيد الصفوف داخل معسكر الشرعية دوليا فإن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي أجرى مباحثات منفصلة مع كل من الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي بغية دعم المسار السياسي والدفع به إلى الأمام في ظل ما يعانيه اليمنيون من تفشي فيروس كورونا وغيره من الأمراض المهلكة في حين يؤكد المتخصصون انهيار النظام الصحي في البلاد ولأن الأمد طال على الأزمة في اليمن حتى باتت تعكس تجاذبات صراع النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية فإن اليمنيين ربما سينتظرون بحسب محللين حتى تستقر معادلة جديدة للقوة في الشرق الأوسط قبل أن يأملوا في حل ينهي معاناتهم ترجمة نانسي قنقر